مخاوف في لبنان الغارق في أزماته من أن تطيح الخلافات السياسية مبادرات الحل القائمة فالمهلة الفرنسية تنقض غداً والحكومة لم تبصر نور بعد المخاضر حكومي الصعب ربطه مراقبون بالعقوبات الأمريكية وتشدد مواقف حزب الله وحلفائه فهل يسقط لبنان في دوامة الفراغ؟ وما يتحمل مسؤولية أفلاس البلاد في حال تنفويت فرصة الحل من بيروت معنا الليلة النائب عن حزب القوات اللبنانية وهبي قطيشة أهلاً وسهلاً بك معنا أستاذ وهبي في غرفة الأخبار نوسكاي نيوز عربية بداية السؤال الأكبر ليطرح الآن هل يتحضر اللبنانيون لمشهد سودوي جديد خلال الأيام المقبلة؟ مؤسف أن أقول لك ذلك لأن هذه السلطة الحاكمة هذه المنظومة التي اتفقت مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن كان يجب أن تتشكل منذ عشرة أيام يوم قلف رئيس الحكومة بتشكيل الحكومة كان لديه 48 ساعة على الأكثر تشكيل هذه الحكومة لأن كل المكونات السياسية والحزبية قالت له نحن لا نريد شيئاً أن تشكل الحكومة ولكن ما أن أدار ظهره ماكرون حتى أخذت هذه المكونات بعض هذه المكونات التي تحتكر السلطة اليوم من التيار وطن الحر وحزب الله وأمل بدأت تضع شروطها على تشكيل الحكومة وتطلب المحاصصة القديمة التي عاست بالبلاد فساداً وأدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان عادت من جديد تطالب بحصصها في هذه الحكومة وكأن هذه اللزارات هي ملك لهذه الأحزاب أو ملك لهذه الطوائف بينما اللبنانيون يتدورون جوعاً ويأملون بأن تأتي هذه المبادرة الفرنسية لإنعاش الاقتصاد اللبناني وضغط قليل من الأكسجين لإعادة وضعها على السكة الصحيحة قبل ما أعود إلى هذه المبادرة الفرنسية أود أن أسأل ساعة النائب أليست الكتل السياسية نفسها التي أتت بأديب رئيساً مكلفاً هي نفسها من تؤلف الحكومة المنتظرة؟ ليس كل الكتل مثلاً بالنسبة للقوات اللبنانية نحن من سنة تقريباً قلنا له أن نحن نطالب بحكومة من مستقلين ولا نية لنا بدخول أي حكومة نحن كحزب وطالبنا ذلك منذ سنة تقريباً وجاءت حكومة حسان دياب وجاءت محورية واليوم طالبنا بحكومة مستقلين وهكذا طالبنا من رئيس مصطفى أديب ولكن بعض المكونات التي تتسلم السلطة اليوم لا تريد التخلي عن هذه الوزارات وتريد الاشتراك بالسلطة من جديد وكأن شيئاً لم يكن تحديداً مستقطيشة من هم الأشخاص الذين اليوم يقفون هذه التشكيلة مع العلم أن الشارع اللبناني غير راض لا بأديب ولا بالتشكيلة حتى قبل صدورها طبعاً الذين يعرقلون تشكيل هذه الحكومة أولاً الذين يطالبون بوزارة المال أي حركة أمل والرئيس بري الذي يطالب بوزارة الطاقة أي التيار الوطني الحر وفريق رئيس الجمهورية ووصولاً إلى وزارة العدل وطبعاً حزب الله يطالب بواسطة الرئيس بري وهكذا دواليك السلاسي الحاكم اليوم هو الرئيس بري حزب الله والتيار الوطني الحر هو الذي يعمل على إفشال الحكومة إما أن تبقى هذه الحكومة وتتشكل بشروطه شروط الفساد السابقة التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة أو أن ليس هناك حكومة ويبقى لبنان مسرعاً نحو التدهور والإدنيار سيد قطيشة هل العقوبات الأمريكية التي صدرت على الوزيرين فنيانوس وعلي حسن خليل أي علاقة بالتأخير الحاصل أو بتشدد موقف حزب الله مؤخراً كيف كان وقعها على الداخل اللبناني وعلى التشكيل تحديداً؟ يمكن أن يكون ذلك ولكن هذه العقوبات التي فرضت على الوزيرين خليل وفنيانوس يجب أن تدفع أهل السلطة لتسهيل الحكومة لأن هناك أشياء أخرى أصعد وأكبر إذا لم تتعاون هذه السلطة مع تشكيل الحكومة لذلك قد تكون ردة فعل إنما ردة فعل ليست صائبة لأنها تقود لبنان إلى مزيد من الإفلاس مزيد من الانهيار وتقود الشعب اللبناني إلى مزيد من السورة على السلطة الحاكمة وأعتقد أن هذا الشعب لن يسكت بعد اليوم ولن يصمت بعد اليوم قبل أن نذهب إلى الشارع أستاذ وهبي هل تتوقعون عقوبات جديدة على أشخاص مرتبطين أيضاً بحزب الله قريباً؟ هذا هكذا نقرأ في الإعلام طبعاً هذه الأضايا السرية الخزانة الأمريكية لا تفسح عن أي شيء إنما الشارع اللبناني ووسائل الإعلام سواء كان في لبنان أو في الولايات المتحدة الأمريكية يضعون بعض الأسماء التي هي قريبة جداً من حزب الله وتغطي حزب الله ويقولون أنها قد تخضع للعقوبات في القريب العاجل في ظل هذه الأشواء هل لبنان ذهب إلى الفراغ سعد النائب؟ طبعاً إذا لم يتمكن الرئيس مصطفى أديب من تشكيل الحكومة طبعاً هو سخاصة كما يريد من 14 وزير فأنه سيتنحى ويقول لا تؤخذوني لم أستطع شيئاً وتكون المبادرة الفرنسية قد ذهبت هباءاً والأكسجين الذي ينتظره الشعب اللبناني القليل من الأكسجين قد ذهب هباءاً ويصبح لبنان على سكة المجهول هل هو نحو الزوال نحو التفتت نحو أي شيء آخر أنا لا أعلم إنما لا يمكن الاستمرار بهكذا وضع بعدما انهار لبنان اقتصادياً وما حصل في المرفأ سواء كان في أرب عقاب أو في عشر أيلول بالأمس لأن هذا الوضع لا يمكن احتماله من قبل الشعب اللبناني الذي يفكر عن مخارج أخرى البعض يتوقع يحدث هذا السيناريو أستاذ قتيشة خلال أيام قليلة يعني أن يتنحى الرئيس مصطفى أديب ما معلوماتكم في هذا الإطار؟ معلومات هنا أنه عندما ذهبنا إلى الرئيس مصطفى أديب واستشارنا بالأجر الحكومة قلنا له نحن لا نريد منك شيئاً سوى أن تكون حكومة مستقلين لا علاقة لها بالأحزاب اخصاصيين تعالج الوضع ونمنحك الثقة وفقاً للبيان الوزاري فقال أنا جئت من أجل هذه المهمة وأذا لم يتوفر لي أو لم يسمح لي بتشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب أنا أترك أستقيل وقال له لما تغزوني أنا فيه للم أقدر تعمل شيء لأن ما بدي حط حالي تحت رحمة الأحزاب من جديد وكأن شيئاً لم يكن وأن نستمر في الفساد والهدر وغياب الدولة لكن أستاذ قطيشة حضرتكم داخل المجلس النيابي وإن ذهبنا إلى هذا السيناريو سيكون وضع لبنان أكثر تعقيداً حتى الساعة لا أحد يتحمل مسؤولية تفجير مرفأ بيروت يعني من سيتحمل إذن تبعات كل هذه العثرات التي نمر فيها والتي تنعكس بشكل كبير جداً على اللبناني وحياته اليومي هذا يدل على الفشل الذي وصلت إليه الدولة في ظل هذا السلاسي الحاكم هذا السلاسي الحاكم طبعاً هو المسؤول عن تفجير عن الانفجار الذي حصل في بيروت ولكنه لا يريد أن يحاكم نفسه ولا يمكن له أن يحاكم نفسه وعندما طالبنا بمحكمة بلجنة تحقيق دولية رفضوا ذلك وقالوا نحن نعطي نتيجة خلال خمسة أيام صار مارك أربعين يوم وبعد لهلأ ما عرفنا شو صار بالمرفأ وبعد لليوم ما عرفنا كيف مشيت الباخرة من جورجيا وإجت على تركيا وعليونين عبد كازدير ووصلت على بيروت وقعدت كل هالسنين هالمواد وما حدا قالنا شو القصة معقولة 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 أن هاي المنظومة لو لما هي مسؤولة عن هاي الجريمة كانت أكيد عرفت الحقيقة دغري لأن هاي دغري بتبين حقيقة ظاهرة يعني أنه بيخرى من سبع سنين وحطها المواد ومالعنبر مفتوح ومسكر ومخلوع وكل يوم ومين بيفوت ومين بيطلع ولاو شون احنا وان قاعدين مش معقول لأن من شان هاك هي مبدأت النتيجة لأن النتيجة ستدين هذه السلطة التي هي مسؤولة عن تفجير المرفأ شكرا جزيلا أصدوها بقاطيشة لكن قبل يعني ما أشكرك أود أن أعرف إن كنتم ستتخذون أي خطوة في حال عدم تشكيل هذه الحكومة كنواب في كتلة حزب القوات اللبنانية داخل برلمان هذا كله قيد الدرس الآن إنما السورة الشعبية والشعب اللبناني اليوم هو ثائر وسيثور أكثر وأكثر وأكثر إذا هذه السلطة تخلت عن مسؤولياتها تجاه هذا الشعب ماذا سيحصل لاحقا؟ نحن ندرس الوضع لاحقا لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال الآن شكرا جزيلا لضيفنا من بيروت النائب عن حزب القوات اللبنانية وهبي قطيشة ترجمة نانسي قنقر